قادي سد النهضة واحد من مشاكله اللي عملها راح وقع على سد النهضة النهار ده سد النهضة السودان فجرت مفاجأة في موضوع الملف سد النهضة وقيت لك انها توصلت الاتفاق مع أسيوبيا من غير ما جيب سيرة مصر مجلس السيادة السوداني اتفاقنا مع أسيوبيا على معالجة ملفي سد النهضة والحدود سلميا تخيل يعني سلميا طب ومصر فين مصر مصر يا أولاد حلوة الحلوية ده في الوقت اللي طالع فيه عباس شرائي ينيم المصري ويقولك السد يعني قد ينهار قبل موعده هي بقى برضو نفس نظرية ايه نفس نظرية ربنا يبعث لنا سروا من السماء بالزبط السد قد ينهار قبل موعده بس فاحنا نقعد نكنس عليه السيدة ونولع الشموع في الكنايس وندعي نشوف قديس ندعيله نستعين به ونعمل سحر وشعوزة ونعمل ونطلع السيدة الزينة بندعيلها انه والسيدن حسين ويقف المسلمين والمسيحيين ما هو ده اللي حصل على فكرة في الحملة الفرنسية على مصر في الحملة الفرنسية على مصر لما تقرأ تاريخ جبارتي كان المماليك طالعيني قومه الفرنسيين ونابليون جاي بجيش جرار وجم الجماعة الإنجليز وقفوا على شط دوميات والاسكندرية وقالوا للجماعة المصريين قالوا لهم ما عداش عليكم سطول فرنسي قالوا لهم لا ما حصلش قالوا لهم طب هيعدي عليكم سطول فرنسي تحبوا نقف هنا نقومهم معاكم لأنهم عايزين يحتلوكم عندنا معلومات مخابراتية بتقول أن الفرنسيين هيخزوكم فطلعوا الجماعة المصريين قالوا لهم لا لا اللي هيجي هنا ده محمية دي محمية إلهية الإنجليز قالوا لهم طب يا جماعة نقف جنبكم مصدقونا يعني آه لا مصر برا الإنجليز برا المصطول الإنجليزي مشي خب بعضه ومشي ما فيش كام يوم ودخل عمك نابليون وبدأت ايه نابليون يضحك عالشعب بالرسالة أنه أسلم وأنه كاره البابا وأنا أسلمت وأشهد أن لا إله وطبعا إحنا الحكاية دي عندنا مسلمين ومسيحيين يا السلام يا سلام يا سلام أهو لسلطان العثماني قالوا إحنا جبنا كشوية شوية قراء تانيين فعايزين فلوس تانية فقعدوا في الأزهر ليل نهار يقروا البخاري حتى يستطيعوا درق الحملة الفرنسية على مصر كانت النتيجة أنه بعدها بمدة نابليون دخل الأزهر بالخيل بتاعه فاحنا دلوقتي نقعد نعمل نفس الحركة هنعمل ليه للسد نقعد ندعي ربنا يا رب السد يقع يا رب والمسيح يروح الكنيسة والمسلم يروح للمسجد ونقعد ندعي على أسيوبيا أنها تروح للسد تم الأسهل ندعي أن ربنا يأخذ السيسي حقيقة فيه كارثة فيه كارثة والسيسي طالع يفعل عمليا قرار بحرمان المدن السياحية من النيل عمليا اسمعوا كده إن محطة التحليق اللي موجودة دي هي ضمن خطة الدولة لبناء محطات تحليق على المدن المطلة على البحر المتوسط والأحرر بقيت أن احنا في النهاية نبقى المية بتاعت النيل تكون لداخل الجمهورية لأ هو قيل إزاي يعني لأ معلش عيدة الأخيرة دي بيقولك إيه هبنعمل محطات تحليق في المناط المدن الساحلية بحيث أن مية النيل تبقى داخل الجمهورية لأ معلش يعني تاني معلش يعني قيدها تاني معلش يعني أفهمها بس كده إن محطة التحليق اللي موجودة دي هي ضمن خطة الدولة لبناء محطات تحليق على المدن المطلة على البحر المتوسط والأحرر بقيت أن احنا في النهاية نبقى المية بتاعت النيل تكون لداخل الجمهورية حاجة من اثنين إما أن التحليق دي هنحلي مية النيل تاني يعني وأنا فهم غلط وإما أنه السواحل والبحر الأحمر مش في الجمهورية هو بيقولك إحنا بنعمل محطات تحليق في المدن الساحلية والبحر الأحمر محطات تحليق يعني بينجيب محطات تحليق أنت تعرفها يعني أنت بيجيب مية الحاجات وتتكرارها السبع مرات ويأم المطهر ورش الملح فتبقى مية كويسة أنت تشربها بقى والبحر الأحمر نفس القصة تب ما قدول تابع الجمهورية؟ بيقولك لأ عشان مية النيل داخل الجمهورية أنت افهمه زي ما أنت عايز يعني يعني هل السواحل مش تابع الجمهورية؟ ولا هل إحنا هنحلل مية النيل هنحلها تاني؟ مش منطقي إنما هو بيعلن رسمي أنه خلاص السواحل كلها والبحر الأحمر ملاش علاقة بالنيل السيسي حاول يبرر كارسة حرمان المدن السياحية من مية النيل باعتبار أن نصيب الفرد قل وإنتوا كتير واجب من مية النيل اسمع لأننا نقول أننا حاليا ما لدينا من مية على عدد سكاننا أقل من 500 متر مكعب مية في اليوم إذن في السنة والأي فإذن أنا محتاج أن أنا أقابل النمو المحتمل في طلب على المية بالنمو الذي سيحصل في السكان فكانت المساء هنجيب مية منين هنجيب مية للنمو السكاني منين أياما شفاهم يعني أنا نفسي أنت تجاوبني أمال جبت مية نهرة أقدر في السحرة للعاصمة الإدارية منين مش أنت بتو مش لاي مية رحت عمالة نهرة أقدر في العاصمة الإدارية جبت منين؟ رغم أزمة المية مصر مستمرة ببناء نهرة أقدر في السحرة جبتها منين؟ جبتها منين؟ يعني أنت قدرت تتوفر مية في عز النقص اللي أنت مسؤول عنه وعايز تحرم خمس سكان مصر من مية النيل يا مفتري؟ ترجمة نانسي قنقر